كشفت صحيفة فينانشل تايمز عن أن العملية المكثفة لإسرائيل برفح قد تكون ضربة حاسمة للعلاقة المتدهورة بينها وبين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقال بايدن يوم الجمعة إن الإسرائيليين لن يقوموا بأي غزم بري واسع النطاق بينما تستمر المفاوضات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار للسماح بالإفراغ عن المحتجزين مستمرة يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات من داخل البيت الأمريكي حيث قال جابسون كرو النائب الديمقراطي وعضو لجنتي الشؤون الخارجية والاستخبارات قال إن بايدن بحاجة إلى أن يكون أكثر حزما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأكد أنه حان الوقت للتجديد لأن الولايات المتحدة لن تدعم هجوما بريا في رفح والذي سوف يعرقل فرص تأمين صفقة المحتجزين وهو ما سيكون صعبا للغاية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي في المنطقة